شهر رمضان الذي أُوذل فيه القرآن هدى للناس وبيناتهم من الهدى والفوقان فمن شهد منك الشهر خليص ومثل كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام الأخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العصر ولي تكبر الله على ما أداكم ولعلهم تشكرون شهر رمضان الذي هنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العصر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلهم تشكرون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وسهد من الهدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شيء يرونكم الشراء فليسل فما كان بريقا أو على سفرها فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العشر ولتكملوا العدة ولتكبروا ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون شهر رمضان الذي أنزل في القرآن دل للناس وبعينات من الودا والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليسل ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العشر وليتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداك ولا علمكم تشكرون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبعينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليسل ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العشر ولتكبروا العدة ولتكبروا الله ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبعينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليسل ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون